يقيم بدولة اجنبية ويدرس باحدى جامعاتها ويريد الزواج فهل يجوز له استعمال الانترنت ومواقع الزواج التي بها للتزوج جيم اولا ينبغي ان تستعين باهلك واصدقائك وبالقائمين على المراكز الاسلامية في البحث عن المرأة الصالحة في بلدك او في محل اقامتك وهذا متيسر والحمد لله وهو امن وانفع من متابعة ذلك عن طريق الانترنت ثانية مواقع الزواج على الانترنت يكثر فيها الكذب والاحتيال وربما يتشبع الانسان فيها بما لم يعطف لا يظهر الحقيقة ولكن ان انضبطت هذه المواقع بالضوابط الشرعية فلا حرج في دخولها والاستفادة منها ومن الضوابط التي ينبغي لمن يتولى انشاء هذه المواقع العناية بها ما يلي واحد الا تعرض فيها صور النساء لان النظر الى المخطوبة انما ابيح للخاطب فقط اذا عزم على النكاح ولا يباح لغيره النظر ولا يجوز تمكينه منه اثنان ان لا يعرض في المواقع وصف دقيق للمرأة كأنها ترى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر اليها ثلاثة ان لا يتاح المجال للمراسلة بين الجنسين لما يترتب على ذلك من المفاسد ومنها دخول العابفين والعابفات بقصد الافساد او التسلية وانما تتولى ادارة الموقع التأكد اولا من شخص الخاطب والربط بينه وبين ولي المخطوبة ثالثة يشترط لصحة النكاح موافقة ولي المرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهد عدل وقوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ويجب التنبيه الى انه اذا تعرف الشاب على الفتاة عن طريق الانترنت ورضيت به فان ذلك لا يعد نكاحا الا اذا تم عقد الزواج وفق ضوابطه الشرعية والله اعلم